في الوقت الذي تدور فيه الحرب في أوكرانيا وتداعياتها سياسياً واقتصادياً وفي ظل أزمة النفط والغاز المشتعلة وبحث أوروبا عن بدائل أخرى سواء من الخليج أو المتوسط يطل خط قد يشكل إنقاذاً للقارة العجوز ويعوض إمداداتها من روسيا خط أنبوب الغاز بين ناجيريا والمغرب أطول خط غاز نحو أوروبا بطول حوالي أربعة آلاف كيلومتر ويعبر اثنتي عشرة دولة ويمر عبر دول بنين والتوغو وغانا وساحل العاج ولايبريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وسيكون المشروع امتداداً لخط أنابيب ينقل بالفعل الغاز من جنوب ناجيريا إلى دول بنين وغانا وتوغو منذ 2010 خط يماثل مشروع خط الغاز الذي يمتد من ناجيريا وصولاً إلى الجزائر ثم إلى إسبانيا وإيطاليا حيث تعتبر الجزائر المصدر الأفريقي الأول للغاز الطبيعي والسابع في العالم وينظر إليها أيضاً كحل لأزمة غاز أوروبا مصائب قوم عند قوم فوائد فأزمة الغاز في أوروبا تنعش غاز أفريقيا ليس هذا وحسب بل الغاز أيضاً هو ما قد يحيي العلاقات بين أوروبا وأفريقيا على أرضية جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر